اه طيب انا كان نفسي المغرب تكسب وكان امل حياتي النهاردة افرح وزقطت واتشقلب في الهوى بفوز المغرب بس اللي اقدر اقولهولك المغرب عملت مجهود وعملت شغل اكتر من رائع واكتر من عظيم واكتر من مشرف واكتر من مبهر فمن مصر ام الدنيا من مصر ام الدنيا بنقولك برافو يا مغرب وشرفتينا يا مغرب ويعني رفعت راية العروبة كلها يا مغرب في المونديال الدوحة عشرين اتنين وعشرين والاول مرة يبقى فيه عندنا منتخب عربي يصل للاربعة الاوائل في المونديال ومصر ام الدنيا بتقولك فتحتلنا جميعا البوابة للوصول الى بطولة المونديال في يومي من الايام كما استطاعت المغرب انها تصل الاربع مراكز الاولى او تلعب معها من ضمن الاربعة الكبار يمكن بفوز فرنسا فيبقى فرنسا والارجنتين هيلعبوا في نهائي كاسة العالم قطر عشرين اتنين وعشرين فرنسا ادرت في الماتش ده انها تغلب اسود الاطلس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لكن الاسود يظلوا اسود وقدموا مباراة اكتر من رائعة وعظيمة لا تختلف ابدا عن مشوار مبهر في المونديال انجاز عربي غير مسبوء زي ما كنت بقولك فيه تاريخ منافسات كاسة العالم المغرب حطت بصمتها ما شاء الله بالوصول الى دول قبل النهائي المغرب هتلعب مع كرواتيا وان شاء الله المغرب هتكسب وان شاء الله هتاخد المركز التالت قولوا ان شاء الله باذن الله باذن الله